السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا بكم ومرحبا الظلم ظلمات كلمة نكرهها في حياتنا نكره أن نظلم أحدا كما نكره أن يظلمنا أحد السماوات والأرض قامت على العدل ومن أسمائه سبحانه وتعالى العدل لذلك جاء حديث نقف عند معانيه لنرى لطائف العبارات كيف تربي الإنسان حديث يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الحديث وله بقية طيبة ولكن انظر إلى قول ربنا في الحديث الكدسي في أوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته أي بينكم أيها العباد أيها الخلق محرما لأن الظلم بشع كلمة لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يحبها البشر الظلم وضع الشيء في غير مكانه هذا تعريف واعتداء على الأرض وسلبها ظلم وأخذ أموال الناس بغير حق ظلم وضرب الناس وإيذاؤهم ظلم والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم في أكثر من مئتين وثمانين موضعاً هذه المفردة الظلم الظلم الظالمون الظالمين لذلك من الآيات المذكورة والله لا يحب الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الإمام الشافعي رحمه الله كان يطوف فسمع رجلاً يقول يا رب اغفر لي ذنبي وما أظنك تفعل فسمعه الإمام الشافعي فتعجب فاقترب منه وقال يا رجل لما تقول هذا أحسن الظن بربك لما تظن أن الله لن يغفر لك فحكى للإمام الشافعي قصته قال يا إمام كنت مع جند لخمض فتنة في بغداد كلفت بأمر فخرجت مع الجنود وعندما وأدنى الفتنة دخلت بيتاً من البيوت فإذا برجل وولدين وامرأة فقتلت الرجل وقتلت ولداً فخافت المرأة أن أقتل الثاني فجاءتني بسيف ففيه ورقة مكتوبة أو على السيف مكتوب إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء هذه الجملة تقلق هذا الرجل فيظن أن الله لن يغفر له رأى أنه ارتكب ظلماً عظيماً عندما أراق دماً الظلم ظلمات لا بد أن ننتهي عن الظلم ونؤدي ما علينا من حقوق ونتوب إلى الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته